بعد مرور نحو أسبوع من رد طهران على مخترحات إحياء الاتفاق النووي تقول إيران إنها لا تزاد تنتظر رد واشنطن منتقدة ما وصفته بالتسويف الأمريكي ولكنها في الوقت نفسه أقرت بإحراز تقدم جيد نسبيا في المحادثات النووية على الجانب الآخر قال الاتحاد الأوروبي إن الرد الإيراني معقول جدا فيما تحدثت مصادر أمريكية عن حسم بعض التغرات المتعلقة بالاتفاق النووي وستبقى بعض الملفات العالقة بينما وصفته إسرائيل بالسيء فإلى أين تتجه الأمور؟ واليمكن أن يرى الاتفاق النوو مجددا وكأن الاتفاق النووي يخطو خطوة إضافية نحو الحسم التصريحات الأمريكية الأخيرة توحي بذلك إذ نقلت وسائل أعلاما عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن بلاده حسمت بعض الثغرات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران لكنه أشار إلى وجود قضايا لم تحسم من دون تفصيلها وعدم التفصيل في هذه الجزئية ليس سوى إضافة على ما سبقه من محادثات واتصالات مكثفة تبقى بغالبيتها تحت الطاولة وغير معلنة موقف واشنطن قابله تصريح تهران على مستوى من الإيجابية أحدثنا تقدما جيدا نسبيا لكن لا يمكن الحديث عن الوصول إلى اتفاق قبل التفاهم على كل النقاط العالقة وفي المناسبة فإننا لم نربط يوما بين مصير السجناء ورفع العقوبات من جهة والمحادثات النووية من جهة أخرى ليونة متبادلة يردها مراقبنا إلى سببين الأول عدم ربط إيران الاتفاق النووي برفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب بعدما كان شرطا أساسيا بالنسبة لها أما الثاني دائما بحسب متابعين فهو اكتفاء واشنطن بمناقشة بنود الاتفاق النووي من دون ربطه بمواضيع أخرى أمر كان قد ألمح إليه المندوب الروسي إلى فيينا ميخايل أوليانوف ليست المرة الأولى التي يقترب فيها الاتفاق النووي من نقطة الحسم إلا أنها المرة الأولى التي تتحدث فيها واشنطن عن حلحلة إيجابية تعقب اتصالا هاتفيا ضم قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا جرت خلاله مناقشة جهود إحياء الاتفاق ما ينبئ باحتمال الانتقال من محادثات تحت الطاولة إلى حسم فوقها للنقاش نرحل بضيفين من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويوران ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميرلاند الدكتور جيسون نيكلز أهلا بكم دكتور نيكلز أبدأ معك كان ليست المرة الأولى التي يقترب فيها الاتفاق من الحسم على الأقل وفق التصريحات الدبلوماسية لكنها المرة الأولى التي تتحدث فيها واشنطن دكتور جيسون عن حلحلة هل هي لغة دبلوماسية أم هناك تقدم حقيقي؟ أعتقد أن هناك تقدم حقيقي بدأنا نرى أن الاتحاد الأوروبي يقول أننا قريبون جدا من حلحلة هذه الأزمة والولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالاستعجال في هذه العملية عمليات العودة للاتفاق النووي مر أربع عوام منذ الاتفاق الأول وبالتالي بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية سوف تأخذ وقتها في دراسة هذه الثغرات ودراسة مسألة العقوبات ربما وبالتالي أعتقد أننا اقتربنا أكثر مما كنا عليه على مر العامين الماضيين بإدارة بايدن التي تريد بكل السبل الممكنة إعادة إحياء هذا الاتفاق ولبل تحسينه لكن دكتور نيكلز ألم تكن الظروف أفضل سابقا وهذه الثغرات ألم تعيق مرة أخرى يعني هذه النبرة التفاؤلية على الأقل في التصريحات الأمريكية باعتقادي في الواقع طبعا الظروف وأيضا المشهد السياسي في المنطقة وفي العالم قد تغير منذ العام 2015 مقارنة بالآن ويجب أن نعترف بذلك وندرك ذلك وندرك أن بعض هذه الأمور منفصلة بعضها عن البعض عندما نتكلم عن العقوبات أو الحرس الثوري وما إلى ذلك هذه الأمور متفرقة أو متفرقة بعضها عن البعض طبعا إن الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة الأمريكية كان هدفهم منع إيران من الوصول إلى القدرة النووية ومنح بعض الاستقرار الاقتصادي لإيران بما يسعد الطرفين ولكن أعتقد ربما الآن نحن أقرب من إحياء هذا الاتفاق ربما على مقارنة بالسبع أعوام الماضية منذ بضعة أشهر قيل إن الاتفاق قد مات ولكن نحن هنا ونرى أن الجوانب المعنية وكل الجوانب تعترف بأنه لا يمكن أن نستعجل في هذه الأمور وبالتالي من هنا إدارة بايدن تتريس برأيي وأيضا هذا ضمن سياستها الخارجية ما رأيك دكتور رويوران؟ يعني الآن هل الوضع بالفعل أقرب من تحقيق هذا الاتفاق مقارنة بسبع أعوام كما يرى الدكتور نيكلز؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وللضيف الكريم يعني في تصوري نعم نحن الآن أقرب من أي وقت مضى من إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي لماذا؟ لأن الظرف العالمي ومرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية أن هي تستوجب هذا الاتفاق أولا وأن هناك ليونة في الموقف السياسي بين الأطراف المتفاوضة سمحت بهذا الاختراق يعني إيران بالنهاية قررت تجاوز موضوع الحرس ولكن أكدت على موضوع الشركات المدنية ومنها الشركات المدنية المتعاملة مع الحرس الثوري والطرف الآخر قبل هذا الاقتراح كحل وسط من هنا هذه الحلول الوسط أولا وكذلك الظرف الدولي وأزمة الطاقة العالمية كلها تدفع باتجاه إنجاح المفاوضات والعودة إلى الاتفاق النووي لكن ما جدوى الحديث عن التفاؤل في ظل وجود ملفات عالقة والتكتم حولها ما تفاصيل دكتور حسين تفاصيل هذه النقاط العالقة وما إمكانية أن تكون عقبة كما حدث سابقا أكثر من مرة يعني في تصوري أن هناك قرار على مستوى إيران وأمريكا في التفاوض حول الملف النووي بعيدا عن ملفات الأخرى يعني صحيح أن البعض يقول أن إيران تقحم بعض الأشياء مثل ملف الحرس في المفاوضات وهي ليست من ضمن هذا الموضوع ولكن أمريكا أيضا كانت تطرح الموضوع الصاروخي سياسة إيران الإقليمية إلى آخره وبالنهاية هذه كانت تعيق المفاوضات بين الطرفين ولكن الآن هناك قرار في أن لا يقحم أي طرف أي موضوع خارج إطار النووي وتبقى الأمور ضمن هذا الإطار وأتصور أن هذا الموضوع سمح بتقليل نقاط الخلاف بين الطرفين والوصول إلى اتفاق على وثيقة السيد بوريل التي طرحت على الطرف الإيراني والأمريكي سيد نيكلز يعني اكتفاء واشنطن بمناقشة بنود الاتفاق من دون ربطه بمواضيع أو ملفات أخرى هنا يدفعني هذا الوضع الحلول الوسط إلى السؤال يعني من قدم التنازل الأكبر في رأيك أعتقد أن هذا أمر سوف يتعين علينا أن ننتظر ونرى عندما يتم التوقيع على الاتفاق من قبل الأطراف المعنية وإيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يجب أيضا أن نفكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بنفوذ إسرائيل وتأثير إسرائيل في هذا الوضع برمته إذن يجب أن ننتظر لنرى من الذي سوف يقدم التنازلات الأكبر إنه في مصلحة الإيرانيين للاقتصاد الإيراني التوقيع على هذا الاتفاق كما أنه أيضا في مصلحة أيضا الأمن في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولأطراف أخرى بتأمين هذا الاتفاق والتوصل إليه لا يمكننا أن نحزم من الذي قدم التنازلات الأكبر عندما لم يتم إنجاز هذا الاتفاق وسوف نرى من الطرف الذي سوف يخرج مسرورا أكثر من الآخر ولكن الكل سوف يحصل على شيء ما وهذا هو أساس الاتفاق وأعتقد أن الأمور الأهم هي محاولة ردع إيران ومنعها من الحصول على السلاح النووي وأيضا أعطائها فرصة لإنعاش استقرارها الاقتصادي وهنا السؤال إليك تكتور حسين تسريبات أمريكية تحدثت أن هذه الليونة من طهران سببها عدم ربط إيران الاتفاق برفع الحرس التوري عن لوائح الإرهاب ما الذي يدفع طهران للتخلي عن شرط كان أساسيا بشكل كبير لديها يعني موضوع الحرس إيران كانت تقول أن الموضوع الأول لدى إيران هو رفع العقوبات وإذا بقي الحرس في اللائحة فإن الكثير من الشركات التي أسسها الحرس لتجاوز العقوبات في شركات متخصة في بناء السدود أو الطرق أو الجسور أو مصانع البترو كيميائيات أو مصاف النفط الكثير من هذه الأمور تم تجاوزها من خلال مساعدة الحرس من هنا إيران كانت تؤكد على أن هذه الشركات يجب أن ترفع من قائمة العقوبات لأن بقاء الحرس سيبقي هذه الشركات تحت العقوبات وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران لأن إيران تريد أن تحصل على مصالح من التوقيع على الاتفاق وهو رفع كامل للشركات المدنية من قائمة العقوبات وهذا ما ضمنه السيد بوريل في مسودته التي قدمها إلى إيران وإلى الطرف الأمريكي وأتصور أن هذا كان مهما كحل وسط لحل هذه العقدة موضوع الآخر أنا أتصور أن الآن أزمة الطاقة العالمية مهمة جدا يعني في أمريكا الآن سعر قالون النفط ارتفع البنزين ارتفع بشكل كبير ومن مصلحة أمريكا أن تعود إيران إلى سوق النفط لإعادة التوازن وهذا يخدم السيد بايدن والحزب الديمقراطي في مقاربته الانتخابية والكثير من الاستطلاعات هي تشير إلى هذا الواقع أمريكا تنظر إلى موضوع الاتفاق من زاوية انتخابية أيضا وضمن هذا الإطار هي تشعر أن لها مصالح أساسية في عودة إيران إلى أسواق الطاقة لأن هذا يخدم الحزب الديمقراطي انتخابيا ما رأيك دكتور نيكلز يعني الاتفاق إلى أي درجة بالفعل قد يربط بمسار الاتفاق أو الانتخابات الأمريكية واستخدام هذه الورقة لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل الأمريكي أنا بصراحة أعتقد أن هذا لن يكون له تأثيرا كبيرا على الانتخابات المصفية المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية فالاتفاق النووي في الواقع تعارضه أطراف كثيرة داخلية تعتقد أن أي تنازلات في إيران أو تنازلات بصالح إيران هي فكرة سيئة هذا سيبين طبعا أن السيد بايدن هو يعمل على عدة ملفات لا فقط في الداخل بالأيضا في الخارج ولكن دعوني أقول أن أسعار النفط قد انخفضت ربما على مر الشهرين الأخيرين ونحن شهدنا انخفاضا من خمسة دولارات للغالون من الغاز إلى الآن وصل إلى 3.88 دولار للغالون من الغاز وهذا انخفاض كبير وأعتقد أننا بحاجة إلى حل للمدى البعيد لأننا نحن في هذه القضية نستخدم الاحتياطات المحلية من أجل التواصل إلى خفض الأسعار وإذا تمكننا من عودة إيران إلى السوق النفط طبعا هذا سيؤمن لنا مزيدا من الاستقرار لكن ربما قد لا يكون السبب الرئيسي الذي يدفعنا بإبراما الاتفاق وأعتقد أن معظم الشعب الأمريكي يرى هذا من هذه الوجهة النظر هذه وهم يفكرون أن الأسعار ترتفع وأسعار الأغلية وأسعار النفط أيضا ترتفع بسبب الأزمة العالمية أسعار السلع أيضا كلها مرتفعة وهم الشعب الأمريكي يفكر في نوعية حياته وينظر إلى إيران على أنها بلد بعيد جدا عن البيئة المتحدة الأمريكية وربما هم غير معنيون مباشرة بهذا لكن باختصار دكتور نيكلز كيف يمكن أن تقنع إدارة بايدن هواجس الجمهوريين وأيضا إسرائيل بأن الاتفاق لا يتيح لإيران امتلاك سلاح نووي على المدى القريب أو خلال هذه الأشهر المتبقية على الأقل انطال إمكانية التوصل لاتفاق باختصار ماذا تقول حسنا بوسعي القول أنه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطيون لن يتمكنوا من إقناع الجمهوريين بأي شيء مطلقا وأنا لا أعتقد أن هذا ما سيحدث بالفعل هم لن يقنعوهم ولكن أعتقد أنهم يستطيعون أن ربما يقنعوا الإسرائيليين الذين لديهم رأي معتدل بأن هذا الاتفاق في صالحهم وطبعا إن محاولة التوصل لهذا الاتفاق بحاجة أيضا إلى طمأنة الإسرائيليين بأن إيران لن تقوم بالاعتداء عليهم والقيام ببعض الأمور التي اقترفوها في الماضي هناك حاجة أو هناك محاولات للتواصل مع الإسرائيليين لإقناعهم بأن هذا الاتفاق هو لمصلحة الجميع ولإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة وهنا السؤال إليك دكتور حسين إيران تحتاج ضمانات بأن إسرائيل لن تقوم بشن ضربات في ظل هذه التحذيرات الإسرائيلية وأيضا إيران تخشى عدم التزام لإدارات المستقبلية الأمريكية بالاتفاق والإدارة الحالية لا تعد بذلك إلى أي درجة قد تكون هذه معضلة لتحقيق الاتفاق باختصار دكتور حسين لا أتصور أن هذه معضلة أولا إيران لم تطالب بضمانات بأن لا تهاجم إسرائيل إيران لأن إيران تستطيع الرد وبقوة وأساسا إسرائيل من دون أمريكا لا تستطيع القيام بأي عمل عسكري ضد إيران من هنا في تصوري أن أمريكا تجاوزت إسرائيل في عام 2015 عندما وقعت الاتفاق وهي ستكرر هذا السلوك إذا عدنا قليلا للوراء في 2015 ذهب نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي وقال بصلافة أنه سيحرق واشنطن فيما إذا وقعت هذا الاتفاق يعني إلى هذه الدرجة أنه قال الموضوع ولكن أوباما وقع من هنا في تصوري أن مصالح أمريكا عندما تقتضي شيئا لا يستطيع يعني لا تستطيع إسرائيل أن تعرقل ما تقرره واشنطن ويعني ماذا عن الإدارات المستقبلية في دقيقة إلى أي درجة يعني هذه المسألة تدفع إيران للتردد من توقيع هذا الاتفاق نعم يعني هذا الموضوع مطروح باعتبار أن الرئيس القادم يأتي مع السياسات جديدة ولكن إيران طالبت بضمانات في هذا الإطار الأوروبيون جاءوا وطرحوا موضوع أن خروج أمريكا من الاتفاق يحمل إيران يعني أعباء مالية وعلى أمريكا أن تدفع يعني تعويضات فيما إذا خرجت وهذا ضمن إطار موضوع الضمانات طرح أوروبيا والآن أمريكا تدرسه دكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران كنت معنا من طهران والشكر أيضا لضيفنا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميرلاند الدكتور جيسون نيكلز شكرا جزيلا لكم ومشاركة هذا الحوار